وبيّن العلماء أن الأصل في عادات الناس وتقاليدهم وأعرافهم الأصل فيه الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة فينبغي لك أيها الأمازيغي أن تعتز بأمازيغيتك وأن تفتخر بهويتك وأن تحافظ على عادات أهل بلدك وتقاليدهم هذا من صميم الدين ما دامت هذه العادات لا تخالف عقيدة شرعية ثابتة ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا والأمازيغ إذا أردنا أن نتحدث عن الأمازيغ بحكم أني أمازيغي والأصل وبحكم أن هذا البلد ولله الحمد يعيش فيها الأمازيغ والعرب وغيرهم جنبا إلى جنب فنحمد الله تبارك وتعالى سديسين على نعمة الإسلام فهذا الإسلام والذي جمعنا في هذا المجلس ويتابعنا الناس الآن من مختلف دول العالم فالإسلام هو الذي وحدنا الإسلام بعد الأمازيغ بدأ أن يعتنقوا الإسلام قادوا الجيوش للفتوحات قادوا جيوشهم للدفاع عن هذا الدين وصد عدوان المعتدين الأمازيغ فتحوا بلاد الأندلس وضحوا بأرواحهم وأموالهم بعد أن يقتنعوا بهذا الدين واختلطوا هذا الدين بشحمهم ولحمهم وأدركوا فيه النجاة فهذا الدين دين الصدق والعدل والأمانة ودين التواضع ودين الرحمة ودين المساواة ودين حق الجار وحق الإبن وحق الأم وحق الراعي وحق الرعية هذا الدين مفاخره كثيرة وفضائله جسيمة عظيمة طارق بن زياد هذا السياسي الناجح الذي سمي جبل طارق باسمه لأنه أول موطن وطئه جيشه حين ذهب لفتح بلاد الأندلس في هذا الفتح العظيم وهو من أنجح عظماء العالم كان من الأمازيغ وهو من وفيات سنة 101 هجرية ومن أعلام الأمازيغ كذلك العالم الرياضي عباس بن فرناس عالم من أصول أمازيغية ولد في بلاد الأندلس من علماء الرياضيات والفلك والكيمياء اخترع آلات لرصد النجوم والأفلاك وله اختراعات في الساعات المائية والطائرات الشراعية وهو أول من حاول الطيران هذا من علماء الأمازيغ وقد أطلقت وكالة نازة اسمه على أحد فوهات القمر العملاقة اعترافاً بجهوده وإسهاماته في خدمة الحضارة الإنسانية فالإسلام أسهم إسهاماً عظيماً في خدمة الحضارة الإنسانية بعلمائه بتقافته بحكمه فقد ساد الحكم الإسلامي أرجاع الأرض من بلاد الصين إلى بلاد البرتغال الخلافة العثمانية الخلافة الأموية الخلافة العباسية حكم المماليك والدولة الأيوبية تاريخ هذا ليمكن أن ينكر وساد العدل وكان لأهلي الدم حقوق وكانت لهم واجبات والفقهاء اجتهدوا لضبط يعني الأمور الاجتماعية وكيف يستعامل مع الآخر ما يسمى الأن بالتعايش هذا كله قد تكلم عنه فقهاءنا قديماً ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه فضل السبق في هذا الباب كذلك ابن البيطار المتوفى سنة 46 بعد المئة السادسة من أصول أمازيغية الطبيب النباتي صاحب المؤلفات في الطب والنباتات ورائد العلاج لكيميائية ضمن أصول أمازيغية وكان مسلماً وله مؤلفات عديدة ترجمت إلى لغات عديدة وإمام الأئمة وخليفة المسلمين يوسف نتشافين خليفة المرابطين الدولة المرابطية التي أنقذ الله بها الخلافة الإسلامية في بلد الأندلس حين استنجد به ملوك طوائف الخليفة الذي بانى مدينة مراكش فهو بانيها ودفن فيها كذلك من الأمازيغ ومن أعلام الأمازيغ الذين خادموا اللغة العربية صاحب الأجرومية صاحب الأجرومية هذا من علماء صنهاجة صنهاجي الأصل ولد في فاس توفي سنة 23 بعد المئة السابعة لو مؤلفت في القراءات والرسم القرآني ومقدمته في العربية يعني لا يعلم بلد لا تدرس فيه هذه المقدمة المباركة كتبها تجاه الكعبة ودون كلماتها تجاه الكعبة وقل إنه رمى في البحر وقال إن كنت مخلصا في تأليفها فإن الناس سيعطرون عليها ذكر هذا في ترجمته وقد ترجم له الإمام عبداللاج النو ترجم نفيسا في كتابه مشاهير لأولياء المغرب وعلماء المغرب ومن أراد أن يعرف أعلام الأمازيغ وعلماء الأمازيغ الذين خادموا الإسلام فليرجع إلى كتاب المعسول لشيخ شيوخنا المختار السوسي موسوعة فريدة يظهر فيها عناية الأمازيغ بالإسلام الأمازيغ أحب الإسلام حبا شديدا عميقا فلا يخلو بيت من بيوت الأمازيغ من حافظ للقرآن أول ما يبدأ بالأمازيغ أن يحفظوا أولادهم كتاب الله ولا تخلو قرية ولا مدشر من مسجد ومن مدرسة قرآنية ويكرمون حاملة القرآن يعني إكراما منقطع النظير ويقرأ القرآن في مدارسهم بالليل والنهر هذه علامات حب الأمازيغ للقرآن وللإسلام وأن هذا الدين لم يكن ليتعارض مع عادتهم وتقالدين فلا تزال للأمازيغ عاداتهم في النباس يتميزون بها تجدهم في أكبر عواصم أوروبا معتزين بهويتهم الأمازيغية في لباسهم وتجدهم يعتزون بلغتهم ويتواصلون بأمازيغيتهم ومعتزون بصلاتهم فالأمازيغ هم الذين بنوا المساجد في بلد أوروبا في فرنسا وفي بلجيكا وفي إسبانيا هم من الأوائل طبعا مع إخوانهم وهم الذين أسسوا مطاجر الحلال في اللحوم والمجازر وغيرها فالأمازيغ أحبوا هذا الدين حب شديد ومن أرد كذلك أن يرجع إلى أعلم الأمازيغ يرجع إلى كتابي المنار المنيف المنار المنيف في التعريف بعلماء الريف وما أدرك ما علماء الريف وأسدهم محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله المجاهد الذي جاهد في الله حق جهاده لتحرير بلده ووطنه ومن أرد أن يعرف أعلم الأمازيغ يرجع إلى كتاب الحضيقيون الجشتيمي وإلى كتاب من خلال جزولة وإلى كتاب المختار السوسي السوس العالمة وهو اسم العالم مسمى وإلى فهرسة أبي علي اليوسي وإلى غيرها من الكتب التي دون فيها الأمازيغ يعني مفاخرهم وإنجازاتهم التي خدموا به دين الإسلام ومن أواخرها كتاب طبع في مجلدين المتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة ويمنطقة في ضواحي الصويرة يعني معروفة بعلم القراءة منذ القديم فيها من يحفظ قراءة السبع والقراءة العشر في أماكن لا يخطر ببالك أن يعيش فيها بشر في أعماق الجبال في جبال سوس وفي جبال ضرعة وفي جبال صنهاجة الناس يخدمون الدين ويقرؤون ويحفظون ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة